القيادة العامة للجيش تعلن تطبيق نظام التهديئة في جميع الأراضي السورية لمدة 72 ساعة والعماد أيوبي يتفقد وحدات القوات المسلحة العاملة بريف اللادقية وحدات الجيش تحقق تقدما في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق وتسيطر على مساحة وأبنية جديدة أهلا بكم إلى نشرة الواحدة وفي تفاصيلها أدى الرئيس بشار الأسد اليوم صلاة عيد الفطرة المبارك في رحاب جامع الصفة بمدينة حمصة وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد والمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حمص طلال برازي وعدد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ عصام المصري واستمع الرئيس الأسد عقب الصلاة إلى خطبة العيد ألقها الشيخ المصري أكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطرة المبارك والذي من معانيه العودة إلى الله عز وجل وإلى الحياة بقرب الله إن للعيد معانٍ وأهدافًا ساميةً في الإسلام فمن معاني العيد أنه عودة إلى الله عز وجل إنه يوم الجائزة فإذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أنهنئوا فلالاً فإنه اصطلح مع الله إنه يوم الجائزة تنادي الملائكة على العباد في هذه الصبحية المباركة أغدوا لربٍ كريم يمنُّ بالخير ثم يثيب عليه الجزيل الشيخ المصري أكد في الخطبة أن حضور رئيس الأسد الصلاة في حمص يؤكد تعافيها مشدداً أن حمص بنسيجها الطيب ضربت أروع الأمثلة في الصمود سيادة الرئيس هذه هي أسرة الدينية في مدينة خالد بن الوليد ستبقى ملتفةً حولك تدافع عن وطنها ودينها كالجندي في خندقه بفكرها النير الصحيح وثقافتها المتنوّعة الهادفة إلى حفظ إنسان الإنسانية وها هم علماء حمص يلهجون بالدعاء لجيشنا العربي السوري ولقائدنا الشجاع الذي حفظه الله وثبَّته من خلال هذه الأزمة وإن حمصة بنسيجها الطيب المعطاء الصامد ضرب أروع الأمثلة وأعظمها في الصمود في وجل الإرهاب وهم يستمدّون منكم العزيمة والصبر لأجل أن تبقى سورية دولةً حُرَّة عزيزةً يشعُّ منها نور الإيمان والحب وحضورك بيننا يا سيدي يؤكِّد تعافي مدينة حمص من الإرهاب وعودة الحياة إلى أسواق حمص وإلى أحيائها وإلى مساجدها وإلى كنائسها ورجوع الناس إلى بيوتهم كان شغلك الشاغل فلله الحمد والمنّة هذا وقد تلقى الرئيس الأسد عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة وقد وردت البرقيات من كلٍ من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ووزير العدل الدكتور النجم حمد الأحمد ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى المفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدردين حسون والقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود مع الراوي وعبر مرسلو البرقيات عن أسماء آيات التهنئة والتبريك بعيد الفطر آملينا أن ينصر الله سوريا على أعدائها ويرحم شهدائها الأبرار بيان للقيادة العام للجيش والقوات المسلحة يعلن تطبيق نظام التهديئة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة الواحدة يوم السادس من تموز ولغاية الساعة الرابعة والعشرين يوم الثامن من تموز 2016 والعماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة العاملة في رفا لاذقية ويطلع من القادة الميدانيين على طبيعة المهام والأعمال القتالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة تفقدية إلى قواتنا العاملة في ريف اللاذقية اطلع فيها على أحوال المقاتلين والظروف الميدانية المحيطة بعملهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونقل إليهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه بصمودهم وتضحياتهم كما التقى السيد العماد القادة الميدانيين العاملين على مختلف المحاور واتجاهات مسرح العمليات واستمع منهم إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والأعمال القتالية ومستوى جاهزية القوات لتنفيذ المهام المقبلة وزودهم بتوجيهاته مؤكدا على أهمية الاستعداد واليقظة العالية في مواجهة الإرهابيين معربا عن تقديره للجيش عندهم اليوم العيد للعيدية لا يروحوا لأي جرين بسطة في الناس الخمسينة نأخذ فرنك ونحص عيب حنزاته فرحة شو ما كان يكون أن ما أعطيته سواء أعطيته أو ما أعطيته يعني أن ما أعطيته مكنت من أنه فرحة يعني العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمي أعيب وضعي ساعدنا بيها بيخليها ساعدنا بيها بيخليها ذكرة جميلة ترجمة نانسي قنقر الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الصفة بمدينة حمس القيادة العامة للجيش تعلن تطبيق نظام التهديئة في جميع الأراضي السورية لمدة 72 ساعة والعماد أيوبي يتفقد وحدات القوات المسلحة العاملة بريف اللاذقية وحدات الجيش تحقق تقدما في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق وتسيطر على مساحة وأبنية جديدة أهلا بكم إلى نشرة الواحدة وفي تفاصيلها أدى الرئيس بشار الأسد اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب جامع الصفة بمدينة حمس وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد والمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حمس طلال برازي وعدد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ عصام المصري واستمع الرئيس الأسد عقب الصلاة إلى خطبة العيد ألقها الشيخ المصري أكد فيها على المعاني السامية لعد الفطر المبارك والذي من معانيه العودة إلى الله عز وجل وإلى الحياة بقرب الله إن للعيد معانٍ وأهدافًا ساميةً في الإسلام فمن معاني العيد أنه عودة إلى الله عز وجل إنه يوم الجائزة فإذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أنهنئوا فلالاً فإنه اصطلح مع الله إنه يوم الجائزة تنادي الملائكة على العباد في هذه الصبحية المباركة أغدوا لربٍ كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل الشيخ المصري أكد في الخطبة أن حضور رئيس الأسد الصلاة في حمص يؤكد تعافيها مشدداً أن حمص بنسيجها الطيب ضربت أروع الأمثلة في الصمود سيادة الرئيس هذه هي أسرة الدينية في مدينة خالد بن الوليد ستبقى ملتفةً حولك تدافع عن وطنها ودينها كالجندي في خندقه بفكرها النير الصحيح وثقافتها المتنوعة الهادفة إلى حفظ إنسان الإنسانية وها هم علماء حمص يلهجون بالدعاء لجيشنا العربي السوري ولقائدنا الشجاع الذي حفظه الله وثبته من خلال هذه الأزمة وإن حمصة بنسيجها الطيب المعطاء الصامد ضرب أروع الأمثلة وأعظمها في الصمود في وجل الإرهاب وهم يستمدون منكم العزيمة والصبر لأجل أن تبقى سورية دولةً حرة عزيزةً يشع منها نور الإيمان والحب وحضورك بيننا يا سيدي يؤكد تعافي مدينة حمص من الإرهاب وعودة الحياة إلى أسواق حمص وإلى أحيائها وإلى مساجدها وإلى كنائسها ورجوع الناس إلى بيوتهم كان شغلك الشاغل فلله الحمد والمن هذا وقد تلقى الرئيس الأسد عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفترة المباركة وقد وردت البرقيات من كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ووزير العدل الدكتور النجم حمد الأحمد ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى المفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدردين حسون والقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود مع الراوي وعبر مرسلون برقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك بعيد الفطر آملين أن ينصر الله سوريا على أعدائها ويرحم شهدائها الأبرار بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة يعلن تطبيق نظام التهديئة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة الواحدة يوم السادس من تموز ولغاية الساعة الرابعة والعشرين يوم الثامن من تموز 2016 والعماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة العاملة في رفة لاذقية ويطلع من القادة الميدانيين على طبيعة المهام والأعمال القتالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة تفقدية إلى قواتنا العاملة في ريف اللاذقية اطلع فيها على أحوال المقاتلين والظروف الميدانية المحيطة بعملهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونقل إليهم محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه بصمودهم وتضحياتهم كما التقى السيد العماد القادة الميدانيين العاملين على مختلف المحاور واتجاهات مسرح العمليات واستمع منهم إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والأعمال القتالية ومستوى جاهزية القوات لتنفيذ المهام المقبلة وزودهم بتوجيهاته مؤكداً على أهمية الاستعداد واليقظة العالية في مواجهة الإرهابيين معرباً عن تقديره للجميع ودوى التضحيات التي يبذلونها ومشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وبإصرارهم على تحقيق النصر مهما عظمت التضحيات وأكد السيد العماد في أثناء لقائه المقاتلين أن العمليات القتالية مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية وأن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لن تدخر جهداً في تعزيز قدرات الجيش العربي السوري بكل الإمكانات والوسائل المتاحة بالتعاون والتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء بدورهم أكد المقاتلون عزمهم وتصميمهم على مواصلة تنفيذ مهامهم بكل آمانة وإخلاص دفاعاً عن الوطن وحفاظاً على وحدته واستقلاله وشملت جولة السيد العماد رئيس هيئة الأركان العامة زيارة جرح الجيش والقوات المسلحة في مشفى الشهيد زاهي أزرق العسكري باللاذقية اطمأن فيها على أوضاههم ومستوى الخدمات والرعاية الصحية مثمناً شجاعتهم وبطولاتهم ومتمنياً لهم الشفاء العاجل وكانت وحدات من الجيش العربي السوري حققت تقدماً في ميدعا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق وأسيطرت على مساحات وأبنية جديدة ودحرت الإرهابيين منها تشهد هذه المزارع في منطقة ميدعا في غوطة دمشق الشرقية حضوراً فعالاً وتقدماً نشطاً لعناصر مشاد الجيش العربي السوري المدعومة بالدبابات حيث سيطرت وحدات من الجيش على مساحات واسعة من هذه المنطقة بعد أن كانت قواعد ومقرات عمليات المجموعة الإرهابية المسلحة لتنفيذ عمالها الإجرامية مساحات وأبنية أصبحت ضمن جغرافيا الجيش الذي يسعى لإسكات محاولات المجموعة الإرهابية بالاعتداء على نقاط الجيش وتدمير تحصيناتهم التي أنشأوها للاعتداء منها على النقاط متأرادو الآن نحن في منطقة الغوطة الشرقية في قرية ميدعا حققنا اليوم عدة عمليات نوعية وأنزلنا من المسلحين خسائر فادحة إن شاء الله نصل مأزر قريب بكافة مناطق الغوطة الشرقية عمليات نظيف كما تطلب الغوطة الشرقية جميلة build on in your own ضربات مركزة وخذة محكمة نفذها الجيش بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية للسيطرة على أهم تحصينات الإرهابيين ومقرات عملياتهم المدعومة بالألغام لكن ذلك لم يكن عائقا أمام تقدم رجال الجيش الذين باتوا على دراية تامة بتفاصيل كل شبر قبل اقتحامه نحن قوات الدفاع الشعبي وقمنا بمساندة الجيش العربي السوري في مزارع ميدعا وتم السيطرة على أغلى مزارع ميدعا وإن شاء الله مصر قريب في هذه المزارع قتل من قتل وفر من فر تاركين أسلحتهم ودوات إجرامهم ووثائقهم المباثرة الذين أثبتوا أنهم مداعش إخوة في الفكر والسلوك ظروف الجغرافية الصعبة والتحصينات المنتشرة بكل مكان عالج رجال الجيش بعملية الصغيرة والسريعة الخاطفة والتقدم بالوثبات من شأنه تعزيز الدفاع وتحسين ظروف الهجوم ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف حي الصالحية في مدينة الحسكة إلى عشر شهداء إضافة إلى إصابة 27 شخصا حسب ما أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة وفي وقت سابق أكد المصدر أن إرهابيا انتحاريا كان يقود دراجة نارية فجر نفسه مساء أمس أمام فرن في حي الصالحية بمدينة الحسكة مضيفا أن التفجير الإرهابي أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص بينهم طفلة وامرأة وإصابة 27 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة بحث الرئيس روسي بلادمر بوتين مع الآضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي جملة من القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا والعلاقات مع حلف شمال الأطلس وإجراءات تعزيز الثقة في السماء فوق بحر البلطيقة وقال ديمتري باسكوف ناطق صحفي باسم الرئيس الروسي إن المجلس أكد مجددا أن نهج حلف الناتو الرامي إلى التوسع يدل مرة أخرى على الطابع العدائي للحلف ولا يسهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز أمن أعضاء الحلف بل يؤدي إلى تصعيد التوتر وبالدرجة الأولى في القارة الأوروبية أكد مستشار أمني تركي أن آلاف الأتراك يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسامة شحود آلاف الأشخاص باعوا أملاكهم في تركيا وانضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا هذا ما أكده المستشار الأمني عبدالله أغارا في تصريح لصحيفة سوجغو التركية أغارا كدى أن لا أحد يستطيع تحديد أعداد الأتراك الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا فهناك معلومات تفيد بأن آلاف الأتراك يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية وهؤلاء الأشخاص أغلبهم باعوا كل ما يملكونه في تركيا وأخذوا عائلاتهم وانضموا إلى الإرهابيين وفي إشارة غير مباشرة لأردوغان وحكومته قال المستشار الأمني أن هناك من يستخدم الدين ويتاجر به خدمة لمصالحه الشخصية اعتقالات في الظاهر ضد إرهابيين وتقارير استخباراتية تحددهم بالاسم والعدد ترثرة ودعاية إعلامية لا قيمة لها لطلما أن الحدود ما زالت مفتوحة أمام الإرهابيين ومعسكرات تدريبها ما زالت قائمة وطلما أن الأدلة تتزايد يوميا على دعم أردوغان وأجهزته الأمنية للإرهابيين وآخرها ما كشفه بالوثائق النائب عن حزب الشعب الجمهوري أرين إردم الذي دفع ثمن كشفاته منعا تعصفيا من السفر وصدور مذكرة اعتقال بحقه بدلا أن تصدر بحق الإرهابيين الذين يسرحون ويمرحون في تركيا دون رقيب الوحيدة في تفجيرات الكرادة الإرهابية ووزير داخلية العراقي قدموا استقالته فوق الربى بين سهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا المجد كل المجد فوق جباههم حملوا على أكتابهم أحلامنا هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا ها قد أطل على الوجود فوارس نسج البطولة من مآثر عزنا أهلا بكم من جديد شددت إيران على أهمية التنصيق السياسي والعسكري بينها وبين روسيا وسوريا لما له من تأثير كبير في المعادلات الراهنة بالمنطقة ونددت بالعمليات الإرهابية الأخيرة في العراق والسعودية توالت تصريحات المسؤولين الإيرانيين على خلفية تفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت المنطقة لتجدد التأكيد على أهمية التنصيق السياسي والعسكري بين إيران وروسيا وسوريا لما له من تأثير كبير في المعادلات الراهنة بالمنطقة أمن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشار خلال جلسة لمجلس الشورى الإسلامي إلى الدور التخريبي الذي تنتهجه بعض دول في المنطقة لتوسيع نطاق الأزمة في اليمن والبحرين مؤكدا أن اعتماد السعودية على نهج التدخل في شؤون الدول الأخرى والوجوء إلى الأدوات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية وتوسعية ضد دول الجوار سيؤدي إلى المزيد من الفوضى وانتشار العنف في المنطقة وهو ما تندده الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوامة تنديد امتد إلى العمليات الأرهابية الأخيرة في العراق والسعودية عبر عنه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني خلال كلمة له في جلسة مجلس الشورى ليؤكد ارتباط الإرهابيين بالصهاينة وعدم ادخارهم لأي جهد في سبيل تنفيذ أهدفهم ودع لارجاني الشعوب لأخذ العبر والدروس من هذه العمليات الأرهابية لزيادة أواصر الأخوة بين المسلمين وأدان نواب مجلس الشورى عمليات الأرهابيين الأخيرة في العراق والسعودية مقدمين تعازيهم للرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي وللشعبين العراقي والسعودي أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد إلى 250 شخصا ذلك بينما قدم وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية التفجيرات ما زال جرح العراق الدامي ينزف ضحايا التفجير الإرهابي في حي الكرادة ببغداد حتى ارتفعت حصيلة الشهداء بحسب وزارة الصحة العراقية إلى 250 بالإضافة إلى المئات من الجرحة وتحملاً للمسؤولية أعلن وزير الداخلية العراقي سالم الغبان استقالته بسبب معتبره التخبط الأمني الهجوم الإرهابي والذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه يعد الأكثر دموية في تاريخ العراق بين التفجيرات العديدة بسيارات ملغومة منذ غز الولايات المتحدة على البلاد عام 2003 ومنذ ذلك الوقت ازدادت وطيرة العنف في البلاد نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية في أنحائها إثر حرب الغرب الظالمة عليها لكن المفارقة هنا أن تدعيات هذه الحرب لم تقتصر فقط على الشعب العراقي بل أيضا طالت أرواح الكثير من الجنود الذين شاركوا في الغزو وبخاصة القادمون من بريطانيا ما أدى إلى تشكيل لجنة بريطانية تدعى شيل كوت للتحقيق بأمر مشاركة بلادها في غزو العراق عام 2003 اللجنة هذه أصدرت تقريرا قدمته للحكومة البريطانية الحالية لدراسته والذي إن صحت محتوياته سيوجه صفعة كبيرة وانتقادات لمؤسسات وأشخاص بعينهم والكلام هنا عن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي حصل على تخويل من مجلس العموم للمشاركة بالغزو لكنه اعتذر فيما بعد عما وصفه بالخلل الاستخباراتي حول امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وكأن نزيف دم الشعوب يبرر فقط بالاعتراف بالخطأ إصابة فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرئيل شمالي ضفة الغربية المحتلة بذريعات تنفيذ عملية طعن مزعومة ضمن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وصيبت فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة أرئيل الشمالي ضفة الغربية المحتلة بذريعات تنفيذ عملية طعن مزعومة وهو الأمر الذي نفاه شهود عيان تواجد في مسرح العديد من هذه الجرام وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع تشيين أول الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب إصرار المستوطنين على مواصلة اقتحام ساحات المجد الأقصى المبارك ومنذ ذلك التاريخ تتكرر جرائم اطلاق النار على الفلسطينيين بزعم تنفيذهم أو محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال الأمر الذي أصفر عن سشهاد عشرات الشبان بينهم نساء تطورات تأتي للتضييق على الفلسطينيين لحملهم على الرحيل وفي هذا الإطار اخترت سلطات الاحتلال عائلة الشهيد محمد طريرة من بلدة بننعيم شرقي الخليل المحتلة بهدب منزلها والذي يقتنه ثمانية أفراد وكان الشاب طريرة قد نفذ يوم الخميس الماضي عمليات تطعن في مستوطنة كريات أربع المقام على راضي الفلسطينيين الشرقي الخليل أصفرت عن مقتل مستوطنة وإسابة آخر بجراح خطيرة قبل أن يرتقي شهيدا برصاص الاحتلال قتل عدة أشخاص جراء انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا قاعدة عسكرية مجاورة لمطار عدن الدولي اليوم لهيب المعارك في اليمن على حاله ولا يخفي تفجيرات انتحارية يكون ضحاياها مدنيون وعسكريون حاجز أمني بالقرب من مطار عدن الدولي كان هدفا لهجوم انتحاري بسيارتين مفخختين أدى وفق المعلومات لأن مقتل سبعة أشخاص بينهم عسكريين يشار إلى أن شهود عيان ذكروا بأن التفجير وقع بالقرب من معسكر السلبان القريب من مطار عدن الدولي والذي يعد من أهم المعسكرات في عدن والذي أعقبه اشتباكات وإطلاق نار في ما قيل بأنه اشتباك ما بين الجنود ومهاجمين حاول اقتحام المعسكر تفجيرات انتحارية قبلتها غارات جوية لطائرات العدوان السعودية استادفت عبر أربع غارات منطقة امران في صعدة ومنطقة بئرباشة في تعزة فيما التحليق المكثف فكان حاضرا على المناطق الحدودية في صعدة متزامنا مع قصف مدفعي استادفت لكل مناطق قصف واستهداف للمدنيين وخرق لكل الاتفاقيات في ظل حل سياسي مرهون بما سيفضي عنه التمديد لما بعد عيد الفطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو إلى دعم هيلاري كلينتون المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في جديد مجريات الانتخابات الأمريكية دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى دعم المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الدعوة جاءت في أثناء خطبه أمام الناخبين في ولاية ساوث كارولينا بعد وصوله برفقة كلينتون على متن الطائرة الرئاسية إلى الولاية أنا هنا اليوم لأنني أثق في هيلاري كلينتون لم يكن هناك أبدا رجل أو امرأة أكثر استعدادا لتوالي منصب الرئيس الأمريكي من هيلاري كلينتون بالتوازي مع ذلك يرى محللون أن التصريحات مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي جيمس كومي حول عدم وجود أسس لفتح قضية جنائية بحق كلينتون وذلك على خلفية استخدام البريد الإلكتروني ستسهم إيجابا بسباطها الانتخابي على الضفة الأخرى وصف المرشح للرئيسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب قرار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بأنه غير منصف لافتا إلى أن التصريحات هذه تشوه سمعة الأمن القومي الأمريكي وصفا نظام الأمريكي بالفاسد وصلنا إلى ختام الواحدة هذا تذكير بعنون الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الصفا بمدينة حمسة القيادة العامة للجيش تعلن تطبيق نظام التهديئة في جميع الأراضي السورية لمدة 72 ساعة والعباد أيوبيا تفقد وحدات القوات المسلحة العاملة بريف اللاذقية وحدات الجيش تحقق تقدما في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق وتسيطر على مساحات وأبنية جديدة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة